الجزائر تسحب ملف تصنيف فن الراي من التراث الجزائري من منظمة اليونسكو بعد أن قالت وزيرة الثقافة الجزائرية أن المنظمة سجلت عددا من التحفظات على ملف الجزائر وهو ما دفعها لسحبه تصريحات الوزيرة أشعلت السوشيال ميديا في الجزائر غضبا على الوزيرة تحت هاشتاغ الراي جزائري يوزيرة تحركي وبدأ الوضع على مواقع التواصل أشبه بالصدمة في الجزائر من هذا التحفظ أو الرفض خاصة وأن نجوم جزائريين أوصلوا الراي إلى العالمية واستمتع الشباب المغاربي من جيل السبعينات وثمانينات بأغانيهم الشاب حسني والشاب خالد والشاب مامي وغيرهم كثير فلا يمكن بالنسبة للجزائريين اعتبار الراي مغاربي بل هو جزائري صرف ولا يمكن اقتسامه مع أي من الدول المغاربية بحسب ما يرى الجزائريون المعلمة سوفيا غردت الراي جزائري وزيرة تحركي الراي جزائري وراح يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما لا متحاولوش تسرقوه لأن الراي هو التاريخ من أيام الشيخ حمادة وريميتي إلى الراي الأسطورة حسني والأمير مامي وفاتيما زهراء قدمت للوزيرة كل ما يلزم من معلومات تاريخية حول نشأة الراي الراي بدأ في الغرب الجزائري تاريخ هذا الطبع الغنائي قديم حدد بعض الباحثين تاريخ نشأته إلى زمن التدخل الإسباني في الجزائر في القرن الثامن عشر ومكان نشأته في مدن غرب الجزائر كمدينة وهران وسيد بالعباس ثم عين موشنت وغليزان الراج جزائري يا وزيرة تحركي وأيضا فاضل زبير سأل الوزيرة وضحي ماذا كان ينقص ملف الجزائر يا وزيرة وتعليق آخر أيضا هنا قال محمود لماذا كل هذا التهميش والتهرب من مسؤولية الدفاع عن تراثنا وفي الأخير نلوم الغير عندما يسرق تراثنا وكالعادة نفس الهاشتاك هدى دعتها أيضا إلى القيام بما هو أكثر نريد مهرجان للراي في كل مدينة جزائرية وفي كل عام وبحضور أكبر النجوم العربية حتى الكل يعرف ويتأكد أن الراي كان وما زال ورح يبقى جزائري ونفس الهاشتاك شاركونا بآرائكم هل تعتبرون أن عدم تصنيف اليونسكو الراي جزائريا يجرد الجزائر من امتلاكها لهذا اللون الفني رغم أن كل نجوبه جزائريين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة